يا السلام عليكم محمد الله دفلك جديد من ملهم الأطفال ليلة حاولنا نكون في بصمة مختلفة ويكون في حيات كده مختلفة فصالة شديدة مع العيد والحياة الحاصرين فتتوقعنا وين؟ أنا الآن في أول مدرسة أنا بلد فيها أنا خعمط أنا الآن داخل أول مدرسة ممكن أن أكون طرارة فيها ونشأت فيها المدرسة حاليا حسا هي سميت بإسم تاني طبعا لكن حاليا هي عبارة عن مدرسة الشهيد ما أعرف الشهيد منه لكن سابقا كانت مدرسة الصفية فالمدرسة دي أنا بديت فيها ونشأت فيها وطرارحت فيها حتى يعني معظم طفولتي اشتاهنة فعشان أنا مهتم بالأطفال وكده حبيت أن العيد يكون عنده بصمة مختلفة لأنه أنا أجد المكان الأصلا أنا نشأت منه طرارحت منه يعني تفاصيل كثيرة يعني توقع من الروضة أنا خاشت في المدرسة دي عبارة عن مدرسة دي الفصول حقتها طبعا ما زالت حتى حتى الآن حتى اللحظة دي يعني الفصول حقتها هي من شاء الله سعبتها البنى حقها هنا محل التراب ده كان في تقريبا كان في الروضة هنا حاليا حتى ما عرفوا الدعوين لكن هنا كان في الروضة آآ هي النشاة فيها آآ آآ تقريبا إذا الحتة دي فاتحة ممكن نخش لكن إذا ما فاتحة شكلنا حنرجع أوكي شكرا مكفولة المهم يعني المكان ده كان فيه طفولتي كلها يعني فيهمتوا علي يعني بزات الحتة دي يعني حتة دي شفتوا هنا دي دي قصص وحلويات ومعارفة دك وحاجات كتيرة شديدة آآ دي تقريبا هنا بوافية يعني بوافية بالنسبة لل للأسازة وكده يعني آآ هنا ده طبعا دي دفستسنا أحققت رابعة هو دا آآ أنا برتو كاريت هنا آآ المهم داك هو عبارة عن المسرح المسرح اللي طبعا أنا طلحت فيه كثير بزات شفتوا الحتة اللي هنا دي في العلم دا آآ آآ طلحت فيها وكمان يعني عملت فيها تقديم و آآ يعني أنا كنت بطلع في التعور من سنة ثالثة قريبا آآ المهم هناك في السهريك داك او شايفين هناك دا المكان حق دا فصلة اولى المهم ورسة هاريك دي كان في الحتة بتاع الفراشات يعني بيبقوا حلويات وكده فكنت انا عمين مصيبة يعني بقعد معاهم من الصباح دا غاي تدمسها يعني عشان الحلويات دي دا شكل المدرسة جوه كده بارة عن تمني افصول يعني زمان كانت كده حالين حسي زادوها ممكن تكون اه المدرسة ممكن تكون شوية كده بقت دي الحمامات طبعا اه المدرسة ممكن تكون شوية كده بقت يعني اه يعني انهارت يعني ما كان زمان زمان كان فيه عشبار هنا وفي خالية صمحة شديدة يعني زكريات صمحة شديدة والله يعني طفولتي كلة انا وشتاء هنا يعني وما تتصوروا انا قدرجش نفرحان انه انا يعني بداية العيد في الحتة دي او او يعني اول يوم في العيد انا اجي هنا يعني فرفية يعني هنا دي دي طبعا المكاتف حقة الأساسة والحتات دي طبعا زبان كنو ميجوا مستحر هنا بدقونا واييي قصص 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 المهم اكوت ايه اوريكم حاية مع اينا كده يلا اللفص ده فصل الصناة الاولى الاولة التاني ده فصل الصناتان كده بعده مكاتف فاصل حتى ان بعدك تالتة ورابعة كويس فالفصل السنة أولى ده كان عندي فيه حكاية عجيبة كنت طبعا بقعد في الحتة دي وين طبعا معلومات أول مرة أقول أنا ذاتي للناس يعني أنا كنت بقعد هنا في الحتة دي شفته جمب الشجرة دي هنا تمام جمب الشجرة دي هنا كنت بقعد تمام بقعد وبيكون هنا في فراشات كويس في حتة دي يعني كان حتة ضابطة شديدة وسمحة شديدة فهنا كان بيكون في فراشات تمام الفراشات دي مهمتهم شنو فراشات دي هم كانوا بيعملوا الحلويات وبعملوا الحاجات السمحة دي تمام طيب الفراشات دي كنت قاعدة قاعد معاهم تمام يعني من الصباح من الصباح تمام يعني من خلاص للناس خشوا الطابور أنا بجي بقاعد بهين بابا مشي مدرسة ما أقصر ما بامشي فصير يعني بقاعد بهين كويس فبيحصل شنو بحصل أنه اتراكمت عليه الواجبات يعني بقيت ما قاعد عملوا عجبه بقوا بس قاعدة قاعدة هنا في المحلة دي عشان أكل وحلويات وكده فكانت مصيبة مصيبة فالمهم حكاية القصة شنو انه الفصل بتاع سنوه ده فجأة المهم الأستاذ قام فتش الفصل كله عشان شوف الحل الواجبات ومحل واجهتهم فالمهم نما فتش الفصل قوابني أنا نسو الحظ كل الفصل طبعا قام لكن لما قوابني قمت عملته شنو قلت او انا عملت واجبات يعني كذبته استخدار رازي يعني فقلت يا عملت واجبه قال لي جيب جيب الكراسي فتح الكراس ليقوا ما في ولا واجب إنتوا تتخيلوا أنا أنا نظرتي للأستاذ كده وهو قاعد يفتشوا والله نصر اتحنن صراحة نصر اتحنن فالمهم يعني قام فتش الكراسات قداني دقة دقة أنا عمري ما حانسها المهم يا مرة دي كان بقدانوا بالتحول أنه يعني بديزل مهتم بالواجبات فما الواجب أول بأول كل ما أنسى واجب أذكر الدقة ديك فشكرا شكرا 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 للأستاذ على الدقة ما كان هالضبط يعني لكن شكرا على الدقة فالمهم ده شكل الفصل لكن شكله مظلم كده فما حالكون واضح بالنسبة ليكم المهم دي طبعا الحتة دي سيمة تقابة هي في كينانا ولايتنين الأبيض أنا دخلت الروضة هنا ودغاية كملت الأساس هنا في المدرسة دي ذاته كويس فيا يعني ده عبارة عن فلوك صريف خفيف كده عساس أن الناس تشوفوا حاسوا شدو أول فلوك يعني كده شور كويس يعني حبيت أشاركو معاكم دي الحتات هنا برضو في مدرسة هنا في يعني حتات سكنية يعني جمع المدرسة فكان هنا برضو الشجرة دي بنقعد فيها يعني لما نحنا يعني نطلع من الفصول أو في الكون أو كده بنقعد هنا لأنه كان في شوية كده سخانة وحاجات سيتي يعني كنا قاعدين نستظل بالشجرة دي يعني شوكرا 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 لك شوكرا لك يلا السلام عليكم فتكم بافيا